المعهد الوطني لإحصائي والاقتصاد التطبيقي بالرباط يهتز على وقع حالات تسمم جماعي عرفها نهاية الأسبوع الماضي بلاغ للجمعية طلبة المعهد كان قد بيان الحالة مدعما بشواهد طبية من المستشفى الجامعي ابن سينة تبين الأعراض وتثبت وقوع تسمم الجماعي احنا وصلنا لواحد الدرجة اللي ولينا كان طالبه بواحد الحق ليه هو الأكل اللي غي ما يضرناش في صحة دينا ادارة المعهد كانت قد اتخذت تدابير استعجالية تم بمجابها استدعاء المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الوقوف على طبيعة سير العمل في مطعم المعهد الذي تسيره شركة خاصة والبحث فيما إذا كانت هناك اختلالات أدت لحالات التسمم مكتب حفظ الصحة ووزارة الصحة ولونسا زاروا المعهد يوم الخميس الماضي والدو 3 ديال بلاتي موان ديال 2 و 3 و 4 الآن اللي هو أساسي كانت تدروا الجواب ديالوزارة الصحة فيما يخصد لطروا بلاتي موان واش انه كان شي سوي ديال شي تسمم وكان المعهد قد شهد حالة التسمم جماعي ممثلة خلال شهر رمضان الماضي تم على إثرها توجيه انظار للشركة وإعطائها توجيهات جديدة في مجال النظافة وحفظ سلامة الأغذية ومن المتوقع أن تخرج تحليلات المكتب الوطني لسلامة الصحية المنتجات الغذائية لمعرفة مصدر التسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلامة الطلبة والطالبات اشتركوا في القناة